تحسباً لانطلاق موسم الاستياف الذي يتزامن مع شهر رمضان ومع ارتفاع عدد السكان بالمناطق الساحلية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في برقية لمصالحها طالبت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدعم عملية التكفل بنظافة المحيط وحماية الصحة العمومية خصوصاً ما تعلق منها بالقضاء على كافة النقاط السوداء المسجلة وكذا المفارغ العشوائية المنتشرة سيما على مستوى النسيج العمراني ودعت الداخلية إلى وضع مخططات خاصة لموسم الاستياف ومضاعفة المجهودات خلال هذه الفترة وتسخير جميع الإمكانات المادية والمعنوية ووضع مختلف المخططات الويقائية ضد الأمراض المتنقلة عن طريق مياه الشروب ومياه السباحة وأماكن بيع المشروبات مع تفعيل مكاتب الصحة والنظافة العمومية الداخلية شددت الحرص على النظافة الدائمة للشواطئ المسموح بها السباحة كما دعت ذات الوزارة إلى السهر بالتنسيق مع المصالح الغير الممركزة لوزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة على ضمان تموين عادي ومنتظم للسوق بالمواد الغذائية مع ضمان مراقبة صارمة للأنشطة التجارية وبخصوص شهر رمضان الكريم شددت الداخلية على ضرورة تفعيل حركية النشاطات الترفيهية والثقافية من خلال إعداد خطط عمل تسمح بخلق فضاءات ملائمة وجذابة للترفيه والاستجمام للمواطنين خلال هذا الشهر الفضيل وتنظيم نشاطات متنوعة مستقطبة لجميع شرائح المجتمع عن طريق تقييف مواقع فتح وغلق الهياكل الشبابية بما يسمح من استغلالها لفترة طويلة وتشجيع أصحاب المحلات التجارية لتمديد مواعيد فتح محلاتهم إلى وقت متأخر وذلك من خلال تعزيز تدابير الأمنية وحثهم على واجب الالتزام بها